استأجر رجل حمالا يحمل له صندوقا فيه قوارير من زجاج رقيق يوضع فيها العطر والطيب وقال له ما قونك في أن أعلمك ثلاث حكم بدلا من الأجر فرضي الحمال قال له السيد ها هي الحكمة الأولى من قال لك إن الجوع خير من الشبع فلا تصدقه ومضي حتى انتصف الطريق فقال السيد الحكمة الثانية من قال لك إن المشي خير من الركوب فلا تصدقه ومضي حتى وصل إلى البيت قال السيد ها قد وصلنا وها هي الحكمة الثالثة من قال لك إن في بغداد كلها حمالا أشد منك حمقا فلا تصدقه فرمى الحمال بالصندوق من على رأسه حتى ارتطم بالأرض وقال للسيد من قال لك إن في الصندوق قارورة سليمة فلا تصدقه السلام عليكم